نفتح عليه البخار مليان بفيتامينات الموجودة في الطبخة اللي احنا عاملينها فبتطير مع الهواء طيب على نارها دي انت حطيت كم بصل حالي أنا حطيت بصل صغير عشان من فوق تزيين وفي نفس الوقت يدينا ديكور حلو ونكله يعني بطريقة كويسة بس حطيت بوة بصلايم قطعة صغيرة لا البصل كونيك حطيت كمية البصل دي فده مقوّل الدم ومنقل الدم وفي نفس الوقت النبي عليه السلام يوصينا إذا حبنا نكل بصل وكنا نروح نصلي أن نميته طبخا فالبصل بالشكل اللي حضرتك حتى هذا الوقت ده يعتبر مقوّي جامد جدا للرجال يعني الست اللي عاوزة تحافظ على صحة جزء لازم تحط له كمية بصل زي اللي شفناه في الطاجن ده وده سير طبخ المغرب وانتي اكسيدن كمان اللي هو مقوّي ومحارب للسرطان والشايفوخة ومقوّي للجلد طيب اللي بقاها هي محطوطة على نار هادية صح؟ أنا دلوقتي بعد ما شحرناه وحطينا عليها البصل وكله طبعاً فإحنا بنوطي النار جداً 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 طب النسبة الشامعة النسبة قد إيه؟ النسبة الحدي ما تستوي يعني على الأقل لنص ساعة ونفتح مرة تانية عشان بس نشوف نسبة المرأ ما تكونش قليلة جداً حتى ما يتحرقش مننا يعني لو لقيت المياه لا أنا أبدأ أزودها تاني حطت نص كباية مياه وبعد كده أخليها على مهلها تستوي وأرجع أبص عليها مرة تانية بس التوابل وكل حاجة حطتها من الأول كل حاجة إلا زيت الزيتون هو آخر حاجة بعد ما استوتت في النار بعد ما استوتت في النار أرش علي شوية كوزبورة وبكدونس وحط علي زيت الزيتون عشان ما يتحرق شوية أكسيد منها يبقى أنت خفطت كل الزيتون حلوة قوي يا دكتور يعني طبخة سهلة وخصوصاً للبنات آه البنات هيساً متعلمة طبق جميلة جداً ما تبقاش شايفة أن المشكلة ما فيهاش مشكلة كتير في طريقة العميل والمقادير بتاعتها